لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ما الذي سيحدث إذن فيما بعد؟ أنا أقول هاي لكم قلتها من قبل في أحد المداخلات أن تمرير الدستور سيعيد العصابة رهي بداية إعادة العصابة لقوتها وهي وسميت لكم في ذلك الوقت كلمت على هؤلاء الأشخاص بأنهم سيغادرون السجن وما إلى ذلك قلت في تلك الفطرة والقادم هو رأس تبون واذكروا كلامي جيدا لا يغركم راهو يجتمع لا يغركم مجلس الوزراء ولا يغركم الطبخة تطبخ على نار هادئة وما صيروا حتشوفوه خلال هذا العام لا أدري في بدايته ولا في منتصفه ولا في النهاية ولكن هناك الطبخة تطبخ على نار هادئة إلى ما بعد تبون فيما يخص الفريق الأول علي بن علي كثير يسألوا عن هذا الأمر خاصة أنه علي بن علي أن نبلغ القايد صالح بالاجتماع الذي عقد من أجل الإطاحة به علي بن علي لم يظهر في استقبال تبون لما رجع من ألمانيا في حين في جونفي 2020 ظاهر علي بن علي وهو الذي استقبل تبون وبعد منزل من الطائرة وراكم تشاهدوا فيه في الصورة الآن ولكن بعد ذلك لم يظهر مطلقا معلومات تقول أنه مريض في بيته معلومات تقول بأنه بصدد الذهاب إلى التقاعد ولا أعتقد أن هذه العصابة وهذه المجموعة التي ما زالت تحقد حق الدفين على القايد صالح وما فعله بها أن يمكن أن تمرر الأمر إلى علي بن علي رغم أنه أكبر قادة العسكريين سنا وأكبرهم رتبة وأيضا ما تربطه بالتاريخ الثوري كمجاهد آهد وأيضا علاقته بأحد أبرز شهداء الثورة الجزائرية إذن إخواني الكرام في تقديري أن الأمور راهي تأتي تباعا تأتي تباعا الدولة الآن لا تهتم بالحركة الشعبية لا تهتم بالشعب ولا تباني به شيء الآن مرحلة بسط النفوذ ومرحلة إعادة النظام لنفسه وأنفاسه ولنفسه أيضا من أجل حتى يمضي قدما نحو تأسيس واستعادة هيمنته على دولي بالدولة وهذا طبعا النظام معناها نتكلم على تلك العلبة الخفية وتلك العصابة الخفية التي تتواجد في عمق هذا النظام التي لا يمكن أن ترضى بتغيير ولا يمكن أن ترضى بغد آخر من دونهم فهم سيحافظون على أموالهم التي نهبوها سيحافظون على نفوذهم وسيحافظون على ذلك الريع الذي وزعوه على ذويهم وفيما بينهم في ظل واقع مأسوي للشعب وفي ظل ثروات طائلة دخلت الخزانة الجزائرية هذا ما أردت أن أقوله إخواني الكرام خالد نزار لم يحضر هذه المحاكمة لأنه غير معني بها ستتم محاكمته في جلسة أخرى سورية سيكون فيها الشهود هؤلاء الذين تمت تبرئتهم والجيش أدان نفسه بنفسه عندما برأ هؤلاء الثمن القادم سيدفعه تبون سيدفعه علي بن علي وستدفعه بعض الوجوه الأخرى التي لا يعرف الجزائريون أسماءهم وحسبت يوما ما على القايد صالح كما دفع الكثيرون الثمن الحراك الشعبي الآن يتململ فقد الكثير من أوراق اللعبة بين يديه في ظل واقع كورونا الخطير جدا والمؤلم جدا إذا لم يجتمع الجزائريون من نخاب فكرية وثقافية وسياسية على خارط الطريق تجعل الشعب الجزائري آئري يصحح مسار الدولة ولا يترك هذه المجموعات وهي تعبث بمستقبله وتهيمن على الدولة مرة أخرى سيجد نفسه في واقع أبشع وأفضع وأشنع مما عاشه مع عصابة بوتفليقة أتمنى أن أكون مخطئا في هذه التقديرات أتمنى أن تكون حسابات غير صحيحة ولكن للأسف كل المعطيات وكل التحليلات وكل المستجدات وكل المعلومات التي نمتلكها توحي إلى أن القادم أسوأ بكثير مما مضى وإذا لم يستدرك المعارضون والحركيون والمثقفون والوطنيون أنفسهم سيدفعون الثمن غاليا في ظل عصابة لن ترحم شيخا ولا عجوزا ولن ترأف بطفل يتمنى قطرة حليب في زمن الفقرها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر